موسيقى موسيقى أهلا ومرحبا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها أبرز وأهم تداولته المواقع الإخبارية والصحف العربية الصادرة اليوم ولكن البداية بالعنوي قائد فريق قوات مكافحة الإرهاب في العاصمة المؤقتة يقول لعدن تايم عثرنا على متفجرات وضعت في مقابر وألقينا القبض على 104 من الإرهابيين موسيقى ميليشيا الحوثي تمنع أبناء مديرية في الضالع من التجمع أو لقاء بعضهم في مكان واحد موسيقى المكسيك تعيد يمنيين هربا إليها من سجون الولايات المتحدة الأمريكية موسيقى مهندس كوري يبني منازل للطلاق مصممة لتنقسم بسهولة موسيقى موسيقى أهلا بكم والبداية من المصدر أونلاين حيث تتواصل الإدانات للجريمة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي وصالح بحق الصحفيين في تعز حيث دانت منظمة الصحفيات بلا قيود بأشد العبارات جريمة استهداف ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية تجمعا للصحفيين بقذيفة هون أثناء تغطيتهم للمعارك في محافظة تعز ما أدى إلى استشهاد الصحفيين تقي الدين الحذيفي ووائل العبسي وبتري الرجلي وليد القدسي وإصابة صلاح الدين الوهداني بكسر في يده وعبرت بلا قيود وفقا لموقع المصدر نت عن قلقها البالغ إذا استمرار جرائم استهداف الصحفيين من قبل الانقلابيين مضيحة أنها ليست المرة الأولى التي تتعمد فيها ميليشيا الحوثي استهداف الصحفيين الذين يعملون من أجل الحقيقة ونقل ما يدور من انتهاكات وفضائع للعالم وذكرت بخطاب زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي الذي اعتبر الصحفيين أشد خطرا من المقاتلين الأمر الذي لا يعده تحريضا أو لا يعد تحريضا فحسب بل توجيها مباشرا بالسهداف الصحفيين لم يعد أبناء إحدى مديريات الضالع يجتمعون في مكان واحد فميليشيا الحوثي تفرقهم بالرصاص إن تجمعوا ووفقا لموقع سبتمبر نت التابع للجيش الوطني فقد أصب شاب برصاص الميليشيا الانقلابية في عزلة نعوى بمديرية جبن بالضالع أثناء تفريقها تجمعا للأهالي أمام إحدى المحلات التجارية ونقل مراسل سبتمبر نت بالضالع عن مصادر محلية قولها إن ميليشيا الانقلاب قدمت بحملة مكونة من طقمين إلى عزلة نعوى بجبن وأطلقت النيران على أحد المحلات التجارية أثناء تواجد العديد من الأهالي يتابع الأهالي أن هدف حملة الميليشيا الانقلابية منع شباب العزلة من الالتقاء بعد أن منعت التجمعات في كامل عزلة مديرية جبن وفور وصول حملة الميليشيا إلى عزلة نعوى باشرت عددا من الشباب المجتمعين بالرصاص ما أدى إلى إصابة أيوب الكريحي الكريحي 18 عاما في رجله اليمنى أثناء تواجده في المحل يتابع الموقع تخشى الميليشيات الانقلابية من تشكل أي خلايا للمقاومة الشعبية بعد أن نشبت معارك عنيفة في عزلة الربيعتين الأسبوع قبل الماضي بينها وبين عدد من الأهالي يتساءل كثيرون عن السبب الذي يحول دون وقف الحرب في اليمن والعودة نهائيا إلى العمل السياسي كبديل نهائي للعمل العسكري هكذا يبدأ خالد الدخيل مقاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية عن الحل في اليمن يشترط الحوثيون لوقف الحرب أولا حوارا مباشرا مع السعودية وثانيا ضمانات مسبقة وغامضة لم تتضح معالمها وحدودها بعد بالنسبة للشرط الأول هو نوع من التذاكي المكشوف للالتفاف على الحكومة الشرعية ومحاولة إعطاء شرعية لانقلابهم عليها والحكومة السعودية لا يمكن أن تقدم على خطوة مثل هذه لماذا لا يتفاوض الحوثيون مع شرعية في شكل جاد وملتزم؟ أما الأسوأ فهو الشرط الثاني شرط الضمانات لأنه يفهم منه أن الحوثيين يريدون من ورائه ضمانات مسبقة من السعودية مع بقاء استثباعهم لإيران بقاء سلاح في أيديهم حتى البدء بالحل السياسي وتنفيذ الضمانات على الأرض ولو افترضنا جدلاً موافقة السعودية على تقديم هذه الضمانات مسبقاً من الذي سيضمن أن يبدأ الحوثيون بتسليم السلاح للدولة؟ هنا ستبرز ضرورة وجود طرف ضامن رابع وخامس ما يكشف أنه إما شرط للتعجيز والمماطلة أو يعبر عن حالة عجز وارتهان للخارج بالتمعون قليلاً يتبين أن الشرط الأول يؤسس لشرط الثاني وهو رفض تسليم السلاح يطمح الحوثيون إلى استنساخ تجربة حزب الله اللبناني في الجزيرة العربية كان يقال إن سلاح الحزب هو لمقاومة إسرائيل وفقت السعودية في اتفاق الطائف عام 1989 على طلب سوريا باستهناء حزب الله بعدم نزع سلاحه لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية ماذا كانت النتيجة؟ لم يكن السلاح لمقاومة إسرائيل وإنما لاغتيال المعارضين اللبنانيين وفرض واقع سياسي بتهميش الدولة الآن يريد الحوثيون تكرار التجربة ذاتها على الحدود السعودية بل ويريدون ضمانات سعودية لتحقيق ذلك وهذا نوع من العبث الضمانة الوحيدة للحوثيين وجميع اليمنيين هي أولاً نبذ الارتهان لقوان خارج اليمن والتجربة اللبنانية وبعد ذلك التجربتان العراقية والسورية خير دليل على الأثر التدميري لمثل هذا الارتهان الضمانة الثانية للحوثيين ولليمن هي التخلي عن السلاح وتسليمه للدولة والإيمان الملتزم من الجميع بأن السلاح وحق استخدام العنف حق حصري للدولة وأن هذه الدولة يجب أن تكون للجميع بغض النظر عن الاختلاف القبلي أو المذهبي أو غيرهما من الاختلافات يمنيان مغتربان في الولايات المتحدة الأمريكية فر من سجن في ولاية فرجيليا وتمكن من الوصول إلى المكسيك بحسب الخبر الذي جاء في وكالة تويترز ونقله موقع الموقع بوست في المكسيك في المكسيك ألقت الشرطة الأمريكية القبضة على كمال قزاح 37 عاماً وصلاح محمد 35 عاماً في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي بناء على طلب من مصلحة الهجرة والجمارك الأمريكية بتهمة تهريب السجائر وتداول المخدرات وقال مسؤول في الحكومة المكسيكية بأن اعتقال الاثنين تم في فندق بالمكسيك مع رجل ثالث قال إنه من الجنسية الأردنية الأسترالية ولا يزال في المكسيك للتحقيق معه في حين تم إعادة اليمنيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية يعود ذكر منطقة آل شبوان في محافظة مارب إلى الواجهة ووفقاً لموقع الاشتراك نت فقد شهدت المنطقة في وقت متأخر من مساء السبت مواجهة بين القوات الحكومية وعناصر يعتقد انتماؤها لتنظيم القاعدة الإرهابي قالت مصادر مطلعة للاشتراك لت إن قوات الأمن شنت هجوماً عنيفاً بالأسلحة الثقيلة على عناصر يعتقد ارتباطهم بتنظيم القاعدة في منتصف ليل السبت بمنطقة آل شبوان شرقية مدينة مارب ويضيف الموقع دوت أصوات الاشتباكات في أرجاء المدينة وسمعت سيارات الإسعاف تهرع إلى منطقة الاشتباكات فوز الرئيس الإيراني حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي على منافسه مرشح المحافظين إبراهيم رئيسي لا يعني تغيراً كبيراً في السياسة الداخلية لطهران نهيك عن أن ذلك يعني تغيراً كبيراً في السياسة الخارجية لطهران وخاصة الموقف الإيراني إزاء الحرب الدائرة في اليمن إذ أن هذا الملف يعض ضمن دوائر اهتمام الحرس الثوري المرتبط مباشرة بالمرشد الأعلى في إيران علي خامنئي هكذا بدأ محمد جميح مقاله في صحيفة القدس العربي تحت عنوان فوز روحاني وسياسة إيران في اليمن والذي قال خلال فترة الحرب لم تكف طهران عن إمداد الحوثيين بالسلاح المهرب عن طريق السواحل الجنوبية لليمن وكذا عبر ميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر وعشية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية الأسبوع الماضي أطلق الحوثيون صاروخاً باليستياً إلى الأراضي السعودية مستهدفين العاصمة الرياض قبل أن تعترضه منظومة باتريوت التابعة لقوات التحالف العربي وهو الصاروخ الأبعد مدن الذي تم إطلاقه خلال الحرب بعد إطلاق صاروخ قبل شهور أسقط قبل وصوله منطقة مكة المكرمة وقد قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن الصواريخ الأخيرة إيرانية الصنع وأنها تتبع منظومة زلزال ثلاثة على الرغم من أن الحوثيين قالوا إنه منتج محلي وهو الأمر الذي لا يمكن إثباته في ظل عدم توفر الحوثيين على قدرات إنتاج الصواريخ بعيدة المدى وكما كانت سياسة روحاني خلال فترة رئاسته الأولى تنتهج تدخل قدر الإمكان لصالح الحوثيين فإن طهران ستستمر في دعم حلفائها في اليمن بشحنات السلاح المهرب وإرسال خبراء السلاح والمدربين العسكريين وتبادل المعلومات الاستخبارية كل ذلك بالطبع سيكون ضمن مهام فيلق القدس بقيادة قاسم سليماني والمختص في الشؤون الخارجية في الحرس الثوري الإيراني وفي كل الاحتمالات فإن سياسة إيران فيما يخص الحرب في اليمن لن تشهد تغيراً لمجرد فوز الإصلاحيين في الانتخابات لأن تلك السياسة مرتبطة بالعوامل الخارجية أكثر من ارتباطها بمجموعة المتغيرات داخل إيران وترتبط تلك السياسة بالعلاقة بين إيران ودول الخليج العربي وتحديداً بين إيران والمملكة العربية السعودية لأنها هي المقصودة بالتدخل الإيراني في اليمن حيث تريد إيران إقلاق أمن المملكة في خاصرتها الجنوبية قال العقيد يسران المقتر قائد فريق مكافحة الإرهاب في حديث خاص لعدم تايم إن قواته عثرت على متفجرات في المقابر كانت موضوعة على شكل قبور وقد تم إخراجها وتدميرها نضيفاً أن عدد العمليات التي تم إحباطها قبل وقوعها تبلغ 24 عملية منها أحزمة ناسفة وسيارات مفخخة وإيقاف انتحاريين قبل العملية وضبط عبوات وألغام وسيفور حارق وأجهزة تفجير عن بعد كانت مخبأة في المنازل والمحلات وقال المقتر إن الأسلحة التي وجدوها خلال حملات المداهمة المتعددة كانت ستة صواريخ مع القواعد كانت معدة لإطلاقها على معسكر التحالف ومطار عدن الدولي وراجمة صواريخ وأسلحة من نوع كلاشنكوف ومسدسات ومعدلات ودوشكات وقنابل يدوية بالإضافة إلى القبض على 104 من عناصر التنظيمات الإرهابية بينهم خلايا خاصة بالاغتيال ومصنع متفجيرات وآخرون متخصصون باستقطاب الشباب وتجنيدهم لصالح تنظيمات إرهابية كداعش والقاعدة وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا أهلا بكم من جديد صحيفة العرب الجديد تقول بأن مظاهر استقبال شهر رمضان اختفت تماما في الأسواق اليمنية لا بضائع معروضة ولا تمور ولا إقبال على الشراء في ظل تأخر الرواتب وتدني القدرة الشرائية للناس ففي سوق ذهبان وهو أكبر أسواق الخضروات والفواكه في العاصمة يشتكي البائعون من توقف حركة البيع والشراء بسبب تفشي الكوليرا وتحذيرات طبية من شراء الخضروات باعتبارها ناقلا للوباء وبحسب مقالة صحيفة العرب الجديد فإن الخضروات تأتي إلى أسواق العاصمة من مزارع في محيطها الريفي وتوجد أكبر المزارع في منطقة الرحبة ببلدة بن الحارث بجوار أحواض مياه الصرف الصحي ويقول خبراء في علم السموم إن استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة في ري الخضروات سبب رئيس لانتشار وباء الكوليرا ومختلف الأوبئة والأمراض محمد سالم سمر 30 عاما أب لأربعة أطفال يعمل في بيع الطيور والعصافير في العاصمة اليمنية صنعاء وقد تحدث للموقع الدولي ارفع صوتك وقال أعمل في بيع العصافير والصقور في شوارع صنعاء والحديدة منذ ثمان سنوات كنت أبيع يوميا من عشر إلى اثنى عشر زوج وأكسب بحدود أربعة آلاف ريال أي 11 دولارا أمريكي أما الآن بسبب الحرب أبيع أقل من النصف مقارنة بما كان قبل الحرب وبالكاد أوفر قيمة وجبتي الطعام في اليوم هذا مصدر رزق الوحيد الذي أعيل من خلاله أسرتي المكونة من ستة أفراد أتمنى أن أجد فرصة عمل أخرى لكي أترك هذه المهنة لكوني أشعر أنني أحمل إثما خاصة عندما لا يعتني الناس بالعصافير التي يشترونها مني صحيفة الخليج الإماراتية نقلت عن الشرطة الأمريكية قولها إن رجلين تعرضا للطعن حتى الموت في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون عندما حاولا منع مهاجم من مضايقة امرأتين مسلمتين على متن قطار إدارة شرطة بورتلاند ذكرت في بيان لها أن الهجوم وقع عندما بدأ رجل يصرخ بإهانات عرقية ودينية موجهة لإمرأتين مسلمتين على متن قطار في محطة هولويد ترانزيت وتعرض ثلاثة رجال تدخلوا في الأمر للطعن فارق اثنان منهم الحياة الشرطة قالت إنها ألقت القفض على المهاجم بعدما نزل من القطار بفترة وجيزة وأضافت أنها وجهت له تهمتي القتل العمد إضافة إلى تهمة الشروع في القتل والتهديد والتهديد من الدرجة الثانية وحيازة سلاح مقيد الاستخدام العضو في مجلس اللوردات البريطاني وزميل في الأكاديمية البريطانية في التاريخ والاقتصاد روبرت سيك سكيلد لسكي كتب مقالا بعنوان أشكال من التجربة الشعبوية وقد أعادت صحيفة الغد نشره وقال في أجزاء من ينبغي لنا اليوم أن ننظر في تاريخ الفاشية فقد بدأ بنيتو موسوليني مؤسس الفاشية الإيطالية في العام 1919 حياته السياسية في رداء اشتراكي ثوري وفي ألمانيا علينا أن نتذكر أن كلمة نازي كانت اختصارا لحزب العمال الألماني الاشتراكي الوطني في مستهل الأمر كانت الفاشية حركة قومية مناهضة للرأس مالية وفي وقت لاحق اقتصر هجومها على الرأس مالية الليبرالية وخاصة التمويل الدولي وسرعان ما اكتسى هذا كله بظل معادات السامية وهو ما أطلق عليه الديمقراطي الاجتماعي الألماني الشهير أوجس بيبل وصف اشتراكية الحمقى ثم انهارت الفاشية الأوروبية بهزمة ألمانيا في العام 1945 أيرى أن أشكالا أقل عدوانية ظلت باقية في أماكن أخرى مثل الأرجنتين ونزعتها البيرونية ساعدت القاعدة الاجتماعية للفاشية خلال فترة ما بين الحربين في جعل النظر إليها باعتبارها حزبا يمينيا أمرا معقولا وكان الحيز السياسي الوحيد المتاح للفاشية هو البرجوازية الصغيرة اليوم تلاشت القاعدة الاجتماعية للسياسات اليسارية فقد اختفت الطبقة العاملات الكلاسيكية تحولت الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية والنقابات العمالية إلى مجرد ظلال لذواتها السابقة وهذا يعني أن الشعبويين اليساريين قد أصبحوا مجبرين حتما على التنافس مع الشعبويين اليمينيين طمعا في الفوز بدعم نفس المجموعات التي تحولت إلى الفاشية في الفترة بين الحربين والواقع أن الشعبويين اليوم أيًا كانت توجهاتهم السياسية يستهدفون بشكل متزايد ليس فقط نفس المؤيدين المحتملين بل والأعداء أيضا يسلط الخبير الاقتصادي داني رودريك الضوء على جاذبية الشعبوية وهو يزعم أنه لا يوجد توافق بين الديمقراطية والسيادة الوطنية والتكامل الاقتصادي العالمي وأن الضرورة تدعو إلى التضحية بواحدة منها على الأقل ولأن العديد من الناخبين في أوروبا والولايات المتحدة يشعرون بأن العولمة أضرت بهم كثيرا فإن الحزب الشعبوي الذي يضع الأمة أولا بكل قوة يحظى بميزة الانطلاق من نقطة متقدمة عن منافسه وفي خبر يحمل الكثير من الغرابة قالت صحيفة القدس العربي إن شركة سويدية ناشئة في مجال التكنولوجيا تقوم بزرع رقاقات داخل أياد الموظفيها منذ عام 2015 وحتى الآن حتى بلغ عدد الموظفين المزروع بأجسادهم رقائق إلكترونية بحجم حبة الأرز 150 موظفا من أصل 3000 وعلى الرغم من انزعاج الكثير من الموظفين في بادئ الأمر وإعرابهم عن عدم سعادتهم بهذا القرار الغريب إلا أن الشركة قالت إنها تريد أن تجعل حياة موظفيها أكثر سهولة بفضل الرقائق بفضل رقاقاتها الإلكترونية ومن المزايا الإيجابية التي لمسها مدراء الشركة لهذه التكنولوجيا وفرت على الموظفين حمل بطاقات دخول العمل وسهولة استخدام أجهزتهم الشخصية أو حتى عملية الدفع الإلكتروني وذلك عن طريق تلويح الموظفين بأيديهم في مواجهة الماسح الضوئي وتعتبر الميزة الأبرز من وجهة المدير التنفيذي للشركة والمشارك في تأسيسها هي إحلال الرقاقة الإلكترونية المزروعة في اليد محل البطاقات والمفاتيح الخاصة لتسهيل التعامل مع الأجهزة الأخرى بالإضافة إلى إخبار الموظفين عن حالتهم الصحية بحسب موقع أوديتي سنترال منازل مخصصة للطلاق تنفصل إلى قسمين بسهولة هذا كذا عنونت شبكة الـ CNN بالعرب وقالت بأن حالات الطلاق تسببت أو تسبب الكثير من المشاعر المتناقضة خصوصا أن أحد الشركين يضطر إلى حزم أمتعاته والخروج من المنزل المشترك ولكن قد يصبح الأمر أسهل إذا قسم المنزل إلى وحدتين منفصلتين عن بعضهما البعض المهندس الرئيسي في شركة التصميم سينجل سبيد دايزن وجد حلا حيث بنى مجمعا سكنيا في العاصمة الكورية الجنوبية سيول يتكون من 14 وحدة سكنية يمكن جمعها وإعادة ترتيبها لتناسب التغيرات في نمط الحياة للأزواج والعائلات والمجموعات والأصدقاء بارك قال إن الفكرة تتمحور حول العيش في مساحة صغيرة ومريحة ويمكن تكييفها وفقا للاحتياجات المتغيرة جولتنا المصورة نستعرض فيها مجموعة من الصور من مختلف العالم الإسلامي تظهر بعض ملامح اليوم الأول من شهر رمضان المبارك نتابع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة